لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد نؤكد للمرة الأخرى أن هذا الدستور المقترح فيه إيجابيات وفيه سلبيات ولكن أيضا هناك إيجابيات كثيرة على مستوى الحقوق وعلى مستوى كثير منها ولكن فيه مواد مسمومة تتعلق أولا وقبل كل شيء بالهوية الجزائرية وأيضا يفتح المجال للكثير من الأوبئة التي تستهدف عمق وقيم الدولة الجزائرية هذا من جهة من جهة ثانية أن هذا الدستور الذي تم اختيار الفاتح من نوفمبر 2020 كيوم للاستفتاء وهو خطأ جسيم بلا أدنى شك لأن هذا اليوم مقدس هذا اليوم الذي أطلقت فيه أول رصاصة للثورة الجزائرية هذا اليوم يجب أن يحتفل الجزائريون فقط للثورة وبيانها التاريخي لا يجب أن يقرن بأي يوم آخر فلا يجوز حتى لو كان أن نقارن هذا الأمر غير مقبول أصلا أن تأتي إلى يوم مقدس لذاكرة أمة ما وتضع فيه شيء آخر وتريد أن هذا الشيء فما هو المقصود إذا كان هذا المقصود يعني انبعاث جديد للجزائر تستطيع أن الأيام كثيرة وتستطيع أن تضيف يوم جديد فأنت وضعت في دباجة الدستور 22 فبراير كيوم تاريخي فلماذا لم تتأتيم اختيار يوم آخر لهذا الدستور قد يقول قد نحسن الظن بالرئيس أراده يوم نوفمبر وما إلى ذلك فالتاريخ في الأيام فكلها مقدسة في تاريخ الطورة الجزائرية كل يوم من أيام السنة على مدار سنوات طويلة هو يوم للشهداء ويوم للمجاهدين لا يوجد يوم من سنوات الثورة الجزائرية لم تسجل فيه ملحمة بطولية أو سقوط أرواح الجزائريين دفاعاً عن وطنه لذلك كان من الممكن اختيار يوم آخر فهذا الأمر في جانب سلبي كبير لأنه إذا تم تمرير هذا الدستور تأكدوا أيها الجزائريون الذين يقولون لكم إن هذا الدستور دستر بيان أول نوفمبر ولكنه سيدفلهم لماذا لا نترك هذا اليوم للثورة وبيانها التاريخي فقط لا يجب أن يكون يوم لشيء آخر حتى في ثقافة الجزائريين أنا عمري ما سمعت الجزائريين دالوا حتى عرس نهار العيد عيد الصغير ولا العيد الكبير عيد الأضحى أو عيد الفطر هل رأيتم يوم من يوم عيد الفطر الأضحى مثلا يقولك أنا ذبحت ذبحت كبش خلينا ندير نعرس الولد لا أبدا كل يوم ليه خصوصيته وليه الشيء اللي مقترن به ما يجب أن ندخلوا شعبان في رمضان كما يقولوا في الدهجة الجزائري لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله